اشتركوا في القناة وعلى سيدنا محمد الرسول الملحمة والهدا وعلى آله وصحبه وتابعيهم أئمة المرحمة والهدا وبعد we start with the name of Allah the merciful to the believers and non-believers in this world and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter we praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so we ask him to raise the rank of our master Muhammad the final and choicest prophet and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter هذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة من سلسلة السير للخير بعنوان الماتريدي إمام الهدا كنا في دروس سابقة من دروس السير للخير تكلمنا عن إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 وثلاثمائة للهجرة رحمه الله واليوم نتكلم عن إمام آخر من كبار أئمة أهل السنة والجماعة إمام الهدا أبي منصور الماتريدي رحمه الله in previous lessons 79-83 of marching for the good we talked about the imam of أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري who died in the year 324 Hijri may God have mercy on him today we shall talk about another great imam of أهل السنة والجماعة namely إمام الهدا إمام of guidance أبو منصور الماتريدي may God have mercy on him هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي وما تريد ويقال ما تريد محلة بسمرقند فيما وراء النهر أو قرية بها أو قرية بسمرقند he is محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي الماتريدي السمرقندي ما تريد أو ما تريد is a locality or a village of Samarkand or Samarkand in the land beyond the river called by westerners means this land beyond the river called by westerners transoxiana أو transoxania ويقال له أيضا يعني لسيدنا أبي منصور الماتريدي يقال له أيضا الأنصاري نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزله عند هجرته إلى المدينة يعني أول ما نزل الرسول في المدينة نزل فيه ضيفا في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فهو نسبه ينتهي إليه الماتريدي نسبه ينتهي إلى هذا الصحابي الجليل he is also called الماتريدي is called also الأنصاري in relation to our master أبو أيوب الأنصاري at whose house the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم resided upon his migration to Medina so as soon as the prophet عليه الصلاة والسلام arrived at المدينة he became the guest of this great companion أبو أيوب الأنصاري so الماتريدي is a descendant of this companion أبو أيوب الأنصاري وبلاد ما وراء النهر هي الاسم القديم لجزء من آسيا الوسطى ويقصد بالنهر يقال ما وراء النهر أي نهر هذا ويقصد بالنهر نهر جيحون وجغرافيا هي الأرض هذه بلاد ما وراء النهر هي الأرض التي بين نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال وتشمل أراضيها اليوم جمهورية أسباكستان والطاجكستان والجزء الجنوب الغربية من كازاخستان وجنوب قرغستان يعني هذا اليوم في عصرنا الحالي the land beyond the river is the ancient name used for a part of Central Asia the river that is in the name of the land beyond the river this river is جيحون Axis Amudaria river has those three names geographically it is this land beyond the river it is the region between the Amudaria جيحون river in the south and the Seedaria جيحون river in the north this land includes approximately the modern day Uzbekistan Tajikistan southwest Kazakhistan and southern Kyrgyzstan or Kyrgyzstan وانظرو في الخارطة and then look at the map tells you about these locations ولم تذكر المراجع سنة ميلاده بالتحديد ولكن يمكن القول إنه أي الماتوريدي ولد في عهد الخليفة العباسي المتوكل يعني بين الذي حكم بين سنتين مائتين وخمس ومائتين وسبع واربعين للهجرة وبعض الناس يرجحون ولادة الماتوريدي في سنة مائتين وثمانين وعشرين للهجرة وإنه يعني يمكن القول إنه الماتوريدي يتقدم على الإمام أبي الحسن الأشعري ببضع وعشرين سنة وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة أي بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل وقبره بسمرقند وقبره أبي الحسن الأشعري فنشأ وتعلم علوم الدين منذ صغاره ولم يتقاع لحظة في الدعوة إلى مذهب أهل السنة والدفاع عنه والتمسك به والتمسك بهذا المذهب ولم يفتر عزمه عن الاشتغال بعلم الكلام والتأليف فيه والنصب الأدلة والحجج والبراهين صنف رحمه الله التصانيف الجليل ورد على أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة أصحاب يمي رحمه الله وقد لقب الماتريدي بإمام الهدى لكونه واحدا من الذين وقفوا في خط الدفاع عن السنة والتصدي لمن يحاول تشويهها ولقب كذلك بإمام المتكلمين وغير ذلك من الألقاب التي تظهر مكانته في نفوس مسلمي عصره ومؤرخيه وهو ناصر السنة وقامع البدعة ومحي الشريعة وإن كنيته أبا منصور تومئ تشير إلى ذلك أيضا الماتريدي has been nicknamed إمام الهدى, إمام of guidance for being one of those who stood in the line of defending the sunnah and confronting those who try to distort it he was also called the imam of doctrinal theologians and other titles that show his lofty place in the hearts of the Muslims and historians of his time he is the supporter of the sunnah, the eradicator of evil innovations and the reviver of the sacred law of sharia his kunya أبو منصور indicates that as well ومع ذيوع اسمه واشتهاره واشتهار فرقة الماتريدية المنسوبة إليه فقد كان المؤرخون الذين كتبوا عنه قلة فالمراجع لم تذكر إلا القليل من مشايخه الذين تلقى علومه عنهم إلا أنهم جميعا هؤلاء المشايخ يصلوا سندهم في العلم إلى الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه despite the circulation and fame of his name and the fame of the Maturidiyah group attributed to him there were few historians who wrote about him the references did not mention but a few of his sheikhs, his teachers, from whom he received his knowledge however they all reach in their chain of knowledge to the vulnerable إمام أبو حنيفة النعمان may God accept his deeds وقد ذكر عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي المتوفى سنة 775 للهجرة في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية ذكر أن الماتريدية تخرج بأبي نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي السمرقندي وكان هذا أبو نصر من أهل العلم والجهاد ولم يكن أحد يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته إلى أن استشهد وخلف ترك وراءه وخلف أربعين رجلا من أصحابه كانوا من أقران أبي منصور الماتريدي يعني ممن كانوا في أيامه وزملائه وله ولدان فقيهان فاضلان أبو بكر محمد وأبو أحمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي who died in the year 775 Hijri stated in his book called The Shining Jewels in the Layers of the Hanafiyah that الماتريدي graduated under Abu Nasr Ahmed بن العباس بن الحسين العياضي السمرقندي this man was one of the people of knowledge and jihad and no one and no one was like him due to his knowledge piety and endurance endurance and magnanimity gallantry until he was martyred he left after him 40 companions who were peers of Al-Mah to read and he had two sons who were meritorious they were meritorious and their names were أبو بكر محمد and أبو أحمد وتفقها الماتريدي على أبي بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الججاني ونصير بن يحيا البلخي ومحمد بن مقاتل الماتريدي studied under أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الجزجاني نصير بن يحيا البلخي آن محمد بن مقاتل الرازي أما أبو نصر العياضي وأبو بكر الجزجاني فقد تفقها فقد تفقها على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجزجاني وهذا الأخير تفقها على أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيبي الشيباني الذين تفقها على أبي حنيفة رحمهم الله أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني كلاهما صاحبا أبي حنيفة يعني تخرجا بأبي حنيفة درسا عند أبي حنيفة فهما سندوا هذا أبو نصر سندوا أبي نصر العياضي وأبي بكر الجزجاني من طريق أبي سليمان الجزجاني الشيخ الإمام الماتوريدي رضي الله عنهم جميعا وأما نصير البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي المقاتل الرازي فقد تفقها على الإمامين أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي حفص بن سلم السمرقندي الذين تفقها على الإمام أبي حنيفة كذلك فإذن كل هؤلاء موصلون مسنودون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ويقال إن نصير بن يحيى البلخي نصر بكرامات سنة ثمان وستين ومئتين للهجرة وقاض الري محمد بن مقاتل الرازي حدث عن وكيع وطبقاته فكلاهما كلهم ذو أسانيد عالية As for نصير البلخي and محمد بن مقاتل الرازي they studied under the two imams أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي and أبو مقاتل حفظ بن سلم السمر قندي both of whom studied under Imam Abu Hanifa as well it is said that نصير بن يحيى البلخي was supported with dignities with dignities means with karam as those extraordinary events in the year 268 Hijri and محمد بن مقاتل الرازي the judge of الراي narrated from وكيع and his letter so all these teachers of الماتريدي they have high you know chain of narration and also high levels of knowledge وَأَمَّا عُلُومُ الْمَا تُرِيدي فَقَدْ دَارَتْ فَقَدْ دَارَتْ حَوْلَ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَدْ دَرَسَ العلوم العقلية كما درس العلوم النقلية درسا متقنا عميقا وَوَقَفَ عَلَى دَقَائِقِهَا دقائق هذه العلوم حتى صار إماما مبرزا في التأويل والفقه وعلم الكلام As for الماتريدي's knowledge it revolved around the interpretation of the Holy Quran the principles, the fundamentals of jurisprudence and the science of doctrinal theology علم التوحيد and what is related to this knowledge He, الماتريدي, studied rational mental sciences as well as textual sciences masterly and deeply and he knew their details until he became a prominent imam in interpretation means of the Quran jurisprudence and doctrinal theology وبعد أن نال القسطة وبعد أن نال القسطة الوفيرة من الثقافة والعلم انصرف إلى التدريس والتثقيف فصنف وألف وكرس حياته لحماية الإسلام ونصرة عقيدة أهل السنة والجماعة حتى وصفه العلماء بأنه كان إماما جليلا مناضلا عن الدين موطدا لعقائد أهل السنة قطع المعتزلة وذوي البدع في مناظراتهم وخصمهم اسكتهم وخصمهم أقام عليهم الحجة وخصمهم في محاوراتهم إلى أن أسكتهم رضي الله عنه after receiving a large part of culture and science he turned to teaching and education then he authored, composed and devoted his life to protecting Islam and supporting the faith establishing the faith of أهل السنة والجماعة until the scholars described him as a venerable imam striving for the religion consolidating the beliefs of the Sunni means demonstrating, making strong, strengthening them consolidating the beliefs of the Sunnis he confuted the Mu'tazilites and Mu'tazila and the evil innovators in debating them and defeated them in their dialogues until he silenced them وكان للإمام أبي منصور لما تريدي العديد من المؤلفات منها ما كان في علم الكلام والعقيدة ومنها ما كان في أصول الفقه ومنها ما كان في تأويل القرآن فمن هذه المؤلفات كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي وكتاب بيان وهم المعتزلة وكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة وكتاب تأويلات القرآن وهذا الأخير أي كتاب كتاب تأويلات القرآن وهذا الأخير وصفه الإمام وصفه الإمام عبد القادر القراشي بأنه كتاب لا يوازيه فيه كتاب بأنه كتاب لا يوازيه فيه كتاب يعني ليس هناك كتاب مساويا له بل لا يدانيه لا يقترب منه لا يقاربه بل لا يدانيه شيء من تصنيف من سبقه في ذلك الفن وله غير ذلك له كتب أخرى رضي الله عنه إمام أبو منصور الماتريدي wrote many books some of them were in the knowledge of doctrinal theology belief some of them were in the principles of jurisprudence and some of these writings were in the interpretation of the Quran Among these writings are the books of توحيد المقالات رد أوائل الأدلة للكعبي بيان وهم المعتزلة شرح الفقه الأكبر of Abu Hanifa and تأويلات القرآن إمام عبد القادر القرآن described the latter as a book means the book of تأويلات القرآن as a book unequaled by any other book in fact no writing by those who preceded him in that field comes close to it and he had other writings قال البياضي في إشارات المرام وليس الماتريدي من أتباع الأشعري لكونه أول من أظهر مذهب أهل السنة كما ظن لأن الماتريدي مفصل لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه المظهرين قبل الأشعري مذهب أهل السنة يعني من حيث الزمان أبو حنيفة سبق الإمام الأشعري وأصحابه سبق الإمام الأشعري في دفاع مذهب أهل السنة ولكن الأشعري كذلك كان له دور في إظهار مذهب أهل السنة فالما تريدي ليس من أتباع الأشعري كما قال البياضي قال فلا يخلو زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره يعني دائما يكون موجودا علماء يدافعون وينافحون عن هذا الدين لا يخلو الزمان من قائم لله بحجة بهذا الدين البياضي said in his book إشارات المرام الماتوريدي is not one of the followers of الأشعري for being because الأشعري for being the first to support the doctrine of the Sunnis as it was thought means some people thought that الأشعري was the first one to to support the doctrine of the Sunnis he said الماتوريدي is not a follower or one of the followers of الأشعري for being the first to support the doctrine of the Sunnis as it was thought because الماتوريدي is a detailer for the doctrine of Imam Abu Hanifa and his companions who means Abu Hanifa and his companions who before الأشعري in time chronologically supported the doctrine of the Sunnis in fact no time passes devoid of those who help the religion and support means this is a known fact that always there is or there are at least there is one who would support the religion at all times there is one there will be no time that would elapse without having someone who supports the religion and present the proofs for its verity for its truthfulness وكان الإمام أبو منصور الماتوريدي والإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنهما الإمامين الجليلين الذين حررا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية والعقلية وصنف المصنفات العظيمة في الرد على طوائف المتدعة والمخالفين للإسلام مملوئة هذه المصنفات بحجج المنقول والمعقول يعني بالحجج التي هي من الكتاب والسنة والحجج العقلية إمام أبو منصور الماتوريدي and إمام أبو الحسن الأشعري may God accept their deeds were the two vulnerable imams who verified who demonstrated that the faith of أهل السنة is true who verified the faith of أهل السنة والجماعة with textual and mental proofs means with verses and hadith of the Prophet and also rational or intellectual proofs they both compiled great works filled with textual and rational proofs in computing the sects of evil innovators and opponents of Islam وصنف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الرد على المبتدعة والمخالفين للإسلام بالحجد الدامغة الكثيرة والمناظرات العديدة قطعوا بها المعتزلة الذين هم أفحل طوائف المبتدعة كما قطعوا غيرهم من المبتدعة والدهريين والفلاسفة والمنجمين after them their followers compiled hundreds of volumes in confuting the evil innovators and opponents of Islam with many irrefutable arguments and numerous debates with which they silenced the معتزلة who are the most potent among the evil innovators sects as well as that means they silenced also as well as of other evil innovators atheists and astrologers فما جاءت المئة الخامسة يعني المئة الخامسة الهجرية إلا والأمة الإسلامية أشعرية وما تريدية لم يشذ عنها سوى نزر من المعتزلة وشذمة من المشبهة وطائفة من الخوارج فلا تجد عالما محققا أو فقيها مدققا إلا وهو أشعري أو ما تريده فأهل السنة إما أشاعره وإما ما تريده when the 5th Hijri century came the Islamic nation was أشعري and ما تريده with only a few معتزلة a band of anthropomorphists and a group of Kharijites deviating from this Ummah you will not find an investigative scholar or a meticulous jurist but is an أشعري or a ما تريده so أهل السنة والجماعة are either أشاعره or ما تريدية either أشعري or ما تريده اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك O Allah the one who flips the hearts keep our hearts firm in your religion والله جل وعز أعلم the sublime and glorious Allah knows best لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اشتركوا في القناة